بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام الشهاب الرمدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدرين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة بالرواق الجاوي قال والأمر النفسي بالشيء المعين إجابا أو ندب نهي عن ضده الوجودي تحريما أو كراهة واحدا كانت ضده كضد السكون أي التحرك أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره هذه المسألة انتبه لها لأن هذه المسألة بعض العلماء فرضها في النقيد وبعضهم فرضها في الضد في الضد طيب نلقى أول نتكلم هنا في بعض المصطلحات لابد من إدراكها ومعرفتها ما هو النقيد وما هو الضد الضد الضدان أمران بينهما غاية المخالفة لا يجتمعان وقد يرتفعان ويخلفهما ثالث أمران أو أكثر بينهما غاية المخالفة غاية المخالفة يعني نهاية المخالفة التي تجعل عدم اجتماعهما أمر محتم بينهما غاية المخالفة لا يجتمعان أي في شيء واحد من جهة واحدة وقد يرتفعان هذان الضدار قد يرتفعان ويتضد ثالث مكانهما انظر إلى هذه أو هذا المنديد ما لونه أبيض انظر إلى هذه ما لونها السواد السواد وجودي أم عدمي وجود حيث إننا أدركناه بحسة البصر وكل ما أدرك بحسة أدرك بحسة البصر فهو وجودي وهذا اللون أبيض هل البياض والسواد في وقت واحد ومن جهة واحدة يجتمعان في مكان واحد يكون هذا الشيء أبيض وهذا الشيء في نفس الوقت من هذه الجهة أسود لا فالبياض والسواد أمران وجوديان بينهما غاية المخالفة بينهما غاية المخالفة لا يجتمعان أي في مكان واحد من جهة واحدة وقد يرتفع البياض ويرتفع هذا اللون ويكون هذا المنديد في بعض الصوري بهذا اللون اللون الأزرق وهو وجودي فهذان الضدان أمران وجوديان بينهما غاية المخالفة قد لا يجتمعان قطعا وقد يرتفع ضدين ويأتي ضد ثالث يقوم بالمحل عندنا حاجة اسمها نقيط أمران بينهما غاية المخالفة أمران إيه أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان على سبيل المثال زيد موجود زيد ليس بموجود فأنظر إلى القضية في الجملة الأولى والقضية في الجملة الثانية القضية في الجملة الأولى هو إثبات الوجود لزيد وفي الجملة الثانية نفي الوجود عن زيد فزيد لا يخلو من إما أن يكون موجودا أو إما أن يكون معدوما وليس هناك ثالث للأشياء فإما أن تكون مثبتة وإما أن تكون منفاة وإما أن تكون عدمية لكن هل يجتمع الوجود والعدم في زيد في وقت واحد أن يكون زيد موجود زيد غير موجود فإذا اتحد الموضوع فلا يسند له الإثبات ولا يسند له النفي في وقت واحد طيب هنا أبني أتكلم في إيه منهاج الإمام البيضاوي فرض المسألة في النقيض وقال الأمر بالشيء نهي عن نقيضه فالأمر بالصلاة قطعا نهي عن ترك الصلاة الأمر بالصلاة معناه طلب تحصيل الصلاة فهو نهي أيضا عن النقيض الذي هو ترك الصلاة فإذا أمرت بالصلاة أي أمرت بتحصيلها كان ذلك أيضا نهيا عن عدم تحصيلها ولا خلافة في النقيض لأن الأمر بالشيء نهي عن نقيضه وأما الأمر بالشيء فهل هو نهي عن ضده الوجود أم لا ويترى لو قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده يترى نهي عن ضده يعني هو هو الأمر بالشيء هو عين النهي عن الشيء ولا يستلزم النهي عن الشيء ولا هو لا عين ولا هو مستلزم له هذه مسألة طويلة وكل ما أتى به الشيخ هنا هو عين ما في المحل على الإمام تاج الدين السبك وحدة وحدة بقى والأمر إحنا عرفنا الأمر وقلنا إيه ها ها استدعاء بالفعل إيه استدعاء بالفعل آه آه الولد حفظ يقول لك استدعاء بالفعل استدعاء بالفعل استدعاء بالقول مش بالفعل استدعاء بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجب وشرحنا هذا التعريف فهذا هو الأمر الأمر إما أن يكون أمرا نفسيا وإما أن يكون أمرا لفظيا الأمر النفسي معناه معناه أن يقوم بالذات طلب تحصيل الشيء من غير أن تكون هناك عبارة تدل على ذلك فالكلام في مقامين المقام الأول في الطلب النفسي والمقام الثاني في الطلب اللفظي الذي تدل عليه العبارة طب هناك بيقول استدعاء الفعل بالقول أنه قول ممكن يبقى القول النفسي وممكن يبقى القول اللفظي فيش مانع من أن يكون التعريف شاملا لهذا وذاك لكن الكلام هنا في الكلام هنا في والأمر النفسي أخرج الأمر اللفظي لأن فيه كلاما آخر ولأن فيه طريقا ولأن فيه فرضا آخر من جهة الخلاف فيه لكننا هنا نتكلم على الأمر النفسي يعني الطلب القائم بالذات بالشيء يعني إذا قام بالذات طلب للصلاة هل يكون الطلب الذي قام بالنفس بالصلاة نهي عن الأكل المفوت لها نهي عن الشرب المفوت لها نهي عن النوم المفوت لها وهكذا إلى آخر ما يفوت الصلاة من الأضاد الوجودية والأمر النفسي أخرج غير النفس بالشيء المعين آه بالشيء المعين كالصلاة قام بالذات طلب تحصيل الصلاة أولا الصلاة شيء رقم اثنين معين إجابا أو ندبا سواء كان هذا الطلب القائم بالنفس على سبيل الإجاب بأن لم يجوز الترك أو كان الطلب طلب ندب بأن جوز الترك فالمسألة مفروضة في الطلب الوجوبي وفي الطلب الندبي نهي يعني هو عين النهي عن ضده عرفنا ما هو الضد الوجودي والضد لا يكون إلا وجوديا فتعبيره بالوجود لباني الواقع الضد الوجودي طبما هو الضد لا يكون إلا وجوديا لأن تعريف الضد أنه أمر وجودي فلماذا قيد بالوجودي قال أولا لباني الواقع ثانيا حتى يبين أن الخلافة ليس في النقيط وإنما هو في الضد الوجودي على عكس ما تفيده عبارة الإمام البيضاوي حيث إنه فرض الكلام والخلافة في هذه المسألة في النقيط والنقيط لا خلافة فيه إذ أن الأمر بالشيء يتضمن قطعا النهي عن تركه ما يقول لك صلي يعني حصل الصرى ومتسبهاش ده معناه فقوله هنا الوجودي حتى يبين هذا الأمر الذي وقع فيه الإمام البيضاوي نهي عن ضده الوجودي تحريما إن كان الأمر الذي قام بالذات أمر وجوب فيكون النهي عن الضد نهي تحريم على سبيل المثال أذن لصلاة المغرب فتعلق الوجوب بأول الوقت وصار الناس المؤمنون مأمورين بإقامة الصلاة فقد تعلق الوجوب بهم على معنى أن الناس مطالبون بإقامة الصلاة ومنهيون عن كل ضد يفوت الصلاة ومن ضمنها إنك تتفرج على مطش الكورة حتى يخرج وقت الصلاة فعضرتك يوم الحد أزنا لصلاة المغرب قلت ما خلص الشط الأولين فضلت مسترسل 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 إلى أن خرج الوقت يبقى المشاهدة منهي عنها لا لذاتها ولكن لكونها قد كانت طريقا لتفويت الصلاة المطلوب من أين عرفنا أن المشاهدة منهي عنها قل لأن الأمر بالشيء نهي عن كل ضد وجودي يفوت ذلك الشيء فمشاهدة المباراة أدت إلى هذا ظللنا متفرجين ويا مساهل نغلب لذا احنا تركنا بها الصلاة فاتغلبنا ولكن النهي ده نهي تحريم إن كان الذي ترك أمر وجوب أو كراها لو أنت سبت الصلاة حتى خرج الوقت وصل طاش لكن إيه اللي فوتها فرجيت أك على البطش يعني حضرتك قمت صليت المغرب ثلاثة ركعات كنقر ديكة عشان تلح يعني قلت قلت ما تفرق طيب ما المشاهدة ديك ضيعت عليك السنة المؤكدة يبقى المشاهدة التي ضيعت ركعتي السنة مكروه على طريقة المتقدمين الذين لا يفرقون بين الكراهة وخلاف الأولى السلام ذاكر ثلاثين ثلاثين سنة في الحدثة دي تحريما أو كراهة واحدا كانت ضده يعني سواء كان الضد واحد كالحركة ضدها ايه؟ السكون والسكون ضد ايه؟ حركة لأن شيء قد لا يكون له إلا ضد واحد فإذا قال لك تحرك كان ذلك نهي عن السكون طب الصلاة لا لها ضد كثيرة صلي ضدها ايه؟ كل ما يخالف الصلاة شرب الأكل النوم استدبار القبلة كثير يلا عد قال وحيدا كانت ضده كضد السكون أي تحرك أو أكثر أو كان وحيدا أكثر ديت معطوفة على ايه؟ على وحيدا كضد القيام فإذا أمرت بالقيام كان نهيا عن كل ضد يخالف القيام للطجاع لاستلقاء الركوع النوم على جنب وهكذا طب المذهب ده بيقول الرأي ده كل الكلام ده من المحلي بيقول إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده يعني عين قال له ما صنت وخبلك ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام الله كلام نفسي أذلي قائم بذاته سبحانه وتعالى لا تعدد فيه شيء واحد يعني إذا قام بنفسه طلب فهو بالنسبة إلى تحصيل الصلاة طلب شيء واحد وبالنسبة إلى ترك كل ما يخالف الصلاة شيء آخر لكنه أمر واحد قام بالنفس قد يكون في حالة إذا نظر إليه من جهة أمر وإذا نظر إليه من جهة أخرى لأن الشيء قد يكون واحدا ولكن تختلف النظر فيه فالشيء قد يكون واحد ولكن تختلف الاعتبارات فيه يراه أحدنا قريبا ويراه الآخر بعيدا ولكن من رآني قريبا ومن رآني بعيدا هل اختلفت في الحقيقة فالذات واحدة واختلفت الاعتبارات فيها يراه بعضهم قربا وبعضهم بعدا يتحد الشيء بالذات ويختلف بالاعتبارات فإذا تعلق الطلب بذات الله سبحانه وتعالى فهو بالنسبة الى تحصيل الشيء أمر ونفس هذا الطلب بالنسبة الى النهي عن الطرق نهي نهي ولذلك قالوا الأمر بالنفسي بالشيء هو عين يعني هو ذاته ليس شيء آخر ده المذاب الأول وقيل وهو المذاب الثاني ليس عينه يعني ليس هو هو زيانا كده أم قال ولكن يتضمنه عقلا يعني في العقل إيه بقى التضمن قالوا المراد هنا من دلالة التضمن دلالة الالتزام لأن دلالة التضمن قد تستعمل وتطلق ويراد بها الدلالة الاستلزامية لأن الأصليون يطلقون دلالة التضمن ويريدون بها الاستلزام خلاف المناطقة لأن المناطقة عندهم إما دلالة مطابقة وإما دلالة التضمن وإما دلالة التزام دلالة التضمن نحن عندنا دلالة المطابق وهو دلالة اللفظ على تمام المعنى وإذا دل اللفظ يعني على بعض المعنى من حيث إنه داخل في كل المعنى يبقى دلال التضام وإذا دل على شيء خارج مرتبط به لا يتصور بغيره يبقى دلال التزام زكاء مثلا البيت يدل على هذه الصورة القائمة البيت من حيث إنه يدل على الغرفة من حيث إنه الغرفة جزئي من البيت تضام دلالة البيت على الباني وعلى المهندس دلالة إيه التزام الأمثلة دي سمعتها من شيخنا حفظه الله من حاجة وعشرين سنة بسيط العدم بسيط بس أنت بسطه وصعب لو أنا عايزة صعب بإيدك تفتح وتقفل ولكن لما تعطي العلم سهلا يكون مقبولا عند الناس وقيل إنه ليس عينه ولكن يتضمنه عقلا وبه جزم القاضي أبو الطيب الطبري وأن نصره الشيخ أبو إسحاق أبو إسحاق في كتاب التبصرة وأبن الصباغ ابن الصباغ ده صاحب الشامل عارفين الشامل في مذهب الإمام الشفعي وله الكامل في الخلافيات كان بيرد فيه على سيدنا الإمام أبو حنيفة اسمه إيه الكامل بالكاف مش الشامل نبع عليه الإمام الإسنوي في التمهيد ونقله الشيخ أبو حامد أبو حامد المروزي حدش يقول له أبو حامد الغزالي يبقى الواحد يقول لك مين أبو حامد أول ما يقول لك وقاله الشيخ أبو حامد يبقى أبو حامد المروزي شيخ طريقة المراوزة تقولش الغزالي الغزالي لو أرادوه لقالوا الغزالي معروف عندهم هكذا تنبأ أنا بديك حاجات يعني علمناها بعد زمن طويل وسليم يعني سليم الرازي من أصحابنا الشافعية عن أكثر أصحابنا من الشافعية يقولون إنه ليس عينه ولكنه يتضمن يلتزمه يستلزمه عقلا وعليه الإمام الرازي الإمام الرازي صاحب المدرسة المعروف والآمدي برضك صاحب مدرسة معروفة الرازي صاحب المحصول وصاحب التحصيل وصاحب إيه تاني والمنتخب المحصول والمنتخب والمعالم ما علشه إيه ده وانا قلت التحصيل ما علشه فالأمر بالسكوني يعني الأمر النفسي أي طلب السكوني طلبا ذاتيا أي بالذات مثلا أي طلبه الأمر يعني إيه يعني الطلب متضمن للنهي عن التحرك متضمن يعني مشايخ يستلزم الله أنا خلاص كده اتطمنت عليكم روحوا بقتوا مشايخ كبار متضمن متضمن يعني مستلزم لزوم إيه مشايخ لزوم عقله للنهي عن التحرك يعني طلب السكون يستلزم النهي عن التحرك وطلب التحرك يستلزم النهي عن السكون قال للنهي عن التحرك أي طلب الكف عنه فهو طلب واحد على الأول وليس طلبا واحد على الثاني بل هو طلب بشيء ولا يتم ذلك الشيء إلا إذا تركنا الضد لأن معنى الأمر إيه معنى الأمر يعني حصل كذا وهذا الكذا لا يتم إلا إذا تركنا الضد هيبقى كأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه فهو واجب ولذلك شو بقى حطينها إيه سلسلة وربعة سلسلة وربعة فهمنا مشايخ إيه سلسلة وهو نفسه بمعنى أو هو نفسه يعني إما أنه يستلزمه أو إما أنه نفسه إما أن يكون الطلب الذاتي للشيء يستلزم النهي عن الضد أو إما أو الأضاد إن كان له أضاد وإما أن يكون الطلب الذاتي هو نفسه النهي الذاتي إزاي؟ قال بمعنى افهم بقى مرادهم بمعنى يعني هنا بيفهمك حاجة مهمة أوي منهج علمي هو إيه المنهج العلمي ده؟ إن أنت ما تفهمش الحقائق أو المسألة على تصوراتك أنت بل ينبغي أن تفهم المسألة والحكم على نفس التصور الذي أراده القوم ما تعملش نفسك يعني مصطلحات تعملش نفسك يعني مفاهيم ما تعملش نفسك حقائق وتبدأ تحاكم العلم القدامى على مفاهيمك أنت حاكمهم على مفاهيمهم حتى تصب ما تقولش والله لأ الشيء ده أنا مش قابله وإنت ما تعرفش أصلاً هو إيه الشيء ده؟ الشيء ده أنت تتصوره وتتصوره عندهم وتعرف ضوابطه إيه وتعرف حدوده إيه ثم بعد ذلك تفرض فيه الكلام لكن هنا بص بيعلمك بيقولك هو يعني إيه نفسه؟ يعني هو هو قال له على معنى أن الطلب واحد طلب إيه؟ طلب السكون لكنه بالنسبة إلى يعني هو طلب واحد لكنك إذا نظرت إلى تعلقه بالسكون يكون أمر وإذا نظرت إلى تعلقه بالحركة يكون نهياً بمعنى أن الطلب واحد لا لا ليس مطلب إيه هو المطلب؟ المطلب لابن الرفعة نطلبه لأن الطلب إحنا بنتكلم في أمي شيخ ده طب يرجع وراء شوي بيقولك إيه؟ فالأمر بالسكون أي طلبه إيه هو يا مولانا؟ طلب لكن مطلب يعني حرام معلش بمعنى أن الطلب واحد يتبقى؟ إيه هو مصدر ميمي؟ قس انت حلو والله أنا معجب بيك طيب هاتهالي كده على أنه مصدر ميمي إنش بسم الله الرحمن الرحيم هاتبقى إيه بقى؟ أنا أظنه كده طيب يالله ظن الوقت حلو أنا أظنه بقولك ده تصحيف لكن أنا أظنه ومصدر العبارة مش كده طيب ماشي هيبقى إيه بقى؟ طيب ماشي كمل كمل أنا معاك هيبقى معناها هيبقى مصدر ميمي ميمي صالح للزمان والمكان والحدث صح؟ يبقى بمعنى أن الطلب يعني زمن الطلب صح كده؟ أو مكان الطلب صح كده؟ أو أصل الطلب اللي هو المصدر إيه ده؟ يبني ده من شواء بيقولك الطلب مطلب إيه بس ده هو تصحيف ولذلك تحت بيقولك وفي صاد الطلب ده هو طلب واحد هذا الطلب من حيث هو واحد لكنه إذا تعلق بإيجاد الفعل كان أمره ونفس هذا الطلب إذا تعلق بالنهي عن كذا كان ناهي أو بمعنى أدق إذا تعلق بإيجاد الشيء كان أمرا وإذا تعلق بالكف عن شيء آخر كان ناهيا وذلك هو الجل قاله ارجع تاني يا والتي بيقولك الطلب متضمن للنهي أي طلب الكف عنه أو هو عينه بمعنى أن الطلب مش المطلب لتصحيف أو هو مش تصحيف هي تلاها في المخطوطة يعني مرسومة بشكل الميم لكنها مش ميم هي عبارة عن إيه عبارة عن رايش رايش يعني إيه يعني وهو جايب يكتبها كده الحبر بتاع الألم تقل معاه ففارش فاللي جايب ينسخ ظنها ميم وهذا من أسباب التصحيف في الكتب سنشغل في الحاجات اشتغلت سنين في المخطوطات ويا ما سهي علي وفي حد ما ما أخطأ شي يا ما سهي على الواحد مثل هذا لكن بعد ضربة وبعد وقت الحمد لله أمكن الله سبحانه وتعالى من ضبط هذا الأمر فانزر إلى المعنى انزر إلى أصل العبارة من من أخذ هو أخذ العبارة دي كده فصها ونصها من المحل المحل على جامع الجوامح ودي عبارته في المحل فيقول لك أنه طلب واحد إذا أضيف إلى طلب تحصيل الشيء كان نهيا كان أمرا وإذا أضيف إلى طلب الكف عنه كان نهيا فهو طلب واحد هو هو لكن أخونا ولد حلو كويس أنا حبيته أنا بهبك كده هو هو مطلب لا هو مش مطلب هو تصحيف لكن هو مش مصدر ميمي كويس هو غلطان بالنسبة إلى السكون أمرا وإلى التحرك نهيا فاختلف باختلاف الإضافة والإسناد شيء واحد لكن اعتباراته مختلفة كما يكون الشيء ما فيش ضاير بالنسبة الواحد بالنسبة إلى شيء قرب يعني كأنه بالنسبة إلى الصف الذي بجواري بالنسبة لهم قريب وبالنسبة إلى صف البنات بعيد لكن قربنا أو بعدنا الذات واحدة ولم تختلف باختلاف الاعتبارات ولا باختلاف النظرات شفتيني من هنا نظرت إلي من هنا ونظرت إلي من هنا ونظرت إلي من هنا ونظرت إلي من هنا ونظرت إلي من هنا اختلفت النظرات واختلفت الجهات هل المحيز اختلف ما اختلفش وإلى آخر بعد ودليل القولين نتبه بقى لأن الدليل مهم عايز سؤال حاجم المطلق المعليمي الطرف المطلق المعليمي الطرف طيب وهنلف ونظر لإيه هو بيتكلم في الطلب والعبارة دي غلط لأنه في المخطوط لأنه في مصدر العبارة كده هات كده المحلي اتلاقي المحلي على جمع الجوامع نفس العبارة ورين ده ايه اه انت ولد عميق يا سلام انت عميق ده مولانا الودة واتحيل ده المحلي على جمع جوامع قال الشيخ ابو الحسن والقاضي ابو بكر الامر بالشيء بشيء معين ايجابا او ندبا نهي عن ضده الوجودي شوف شوف رجع تحريما او كراهاتا واحدا كانت ضده كضد السكون اي التحرك او اكثر كضد القيام اي القعود وغيره هي نفس عبارة الامام الرملي وعن القضي اخيرا يتضمنه عليه التضمن عبدالجبار والامام والرازي هو حط بقى شوية كده من عنده فالامر بالسكون مثلا اي طلبه نفس العبار راجع معاي متضمن للنهي عن التحرك اي طلب الكف عنه او هو نفسه بمعنى ان الطلباء واحد ضد وهو بالنسبة الى السكون امر وإلى التحرك نهي كما يكون الشيء الواحد بالنسبة الى شيء قرب وإلى الآخرة وإلى آخرة بعد ودليل القولين دي تعملها سطر جديد فهم تبقى ورين عشان ارجع التنسيق عشان ما تطلع عشان الكتاب وهش طيب يا مشايخ اهي عبارة المحل يا ولدي محلي فين على البدر الطالع احسن ما خلي بقى الكتاب ده معك على طوح وإحنا بنقرأ الكتاب ده نشوف العبارات اللي هي وانت معك البدر ونسيني خالص طيب هيا مولانا لكن انت بتناصر ابن بلدك ضدي ينفع الكلام ده مولانا ماشي مواصلة مليش مصريين عشان ينصروني ودليل القولين بصي يقول لك وفيصاد او توب دي ده ينفع النبي وإلى آخرة بعدا وفيصاد او او دليل القولين او ده غلط راخر ولعلها اشتبهت عليه لانه هو ظن ممكن يكون البعد مكتوبة بعد الوحدها و او الالف مع الواو مكتوبة بعد كده فاشتبهت عليه معك المخطوطات وريني المخطوطات اهي عبرت وهي في المحل طيب قال ودليل القولين احنا عندنا القول الاول هو ايه ان الامر النفسي بشيء معين اجابا او ندبا هو عين النهي عن ضده الوجودي تحريما او كراهة الثاني لا الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وكلامنا في هذين في الامر النفسي حيل ابقى الدليل يا مولانا طب هو قول كما يكون الشيء ده تقريب ده شرح ده تبسيط للمذهب ده ده بيشرح لك ويفصر لك طبيعة هذا المذهب قال ودليل القولين انه الهاء هنا هاء الشأن ضمير الشأن يا مشايخ لما لم يوجد المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف او متضمنا لطلبه متضمن يعني ايه يعني مستلزم لما لم يوجد المأمور به قيل لك صلي لا توجد الصلاة الا اذا تركت كل ضد وجودي وجودي تركت كل ضد وجودي يمنع من صحتها امرت بالصلاة لزمن عليك ان تترك الاكل والشرب واستدبر القبل وكل ما ينفي الصلاة كان بدون الكف انه لا يعني الصلاة لا توجد بدون ترك كل ما يضادها انه لما لم يوجد المأمور به بدون الكف عن ضده يعني هل الصلاة توجد مشايخ بدون ما نترك الاكل يعني اقول الله اكبر وانوي صلاة العشاء وحطت جنبي طبق الكشري اكل وانا بصلي انت بتصلي ولا قاعد بتتفرج على التلفزيون ولا اجيب مثلا الكنز جنبي كده وانا اكلم ربنا كده وبنتسامر مع بعض وحطت جنبي الكنز الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم وياخد از 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 لب وده مش في الصلاة ده يبقى هذا لا توجد الصلاة الا بيترك كل ضد من قضادها فاذا امرت بالصلاة كان ذلك نهيا عن كل ضد يضع يعني يمنعها او كان مستلزما لطلبه اما ان يكون هو هو واما ان يستلزمه وقيل ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه اي ليس واحدا منهما عين الاخر ولا مستلزما للاخر سانكيو ايه دلوقت انا انا اللي حفظها من انجليز سانكيو بس وقيل انه ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه يعني ولا يستلزمه واختار المصنف امام الحرمين في غير هذا الكتاب والغزالي هذا الحائط ولا يخطر ببالك غير طلب بناء الحائط فقط ولا يخطر ببالك انه ممكن ينام فيضيع بناء الحائط انه ممكن يترك بناء الحائط ويشاهد المباراة انه ممكن وهكذا واذا لم تكن متصورا للضد بعقلك وبذهنك امتنع عليك ان يتعلق نهيك به لن تزاهل عنه فكيف تكون يعني او يكون كلامك متضمنا له الكلام لا يتضمن الا ما يتعقله الانسان الا ما يتصوره الانسان اللي عبده اشتري لي كسفول ما نحس غير كت ما نحس غير ايه غير ان هو يشتري ويحصل له الشراء فقط وزهل عن كل الاضاض التي تفوت شراء كسفول جميل هم قالوا كده والملازمة في الدليل ممنوعة اللي هو ايه انه لما لم يوجد المأمور كان طلبه طالبا للكف او كان متضمنا ومستلزما للكف قال لا هو لا يستلزم الكف ولا هو عين الكف هذه الملازمة وهو الارتباط مبين طلب الشيء ومبين الناهي او مبين ان يكون عين الناهي ان هذه الملازمة ممنوعة لممنوعة يا سيدنا ان الشخص قد يأمر بشيء ويكون غافلا عن كل الاضاض التي تفوت ذلك الشيء واذا كان غافلا عن هذا فيستحيل ان يكون امرا به اذ كيف يأمر بما لا يتصوره وبما لا يخطر في ذهنه سهل صح سيبك بقى نجاتب كده يعني ايه تفصيل وتقرير الدليل كما هو موجود في الكتب لكن ده معناه والملازمة في الدليل ممنوعة لجوازي ان لا يحضر ضده بذهن الامر مطلقا ولا تصوره حال الامر فلا يكون اي فينبني على ذلك انه قد يكون ذهيلا عنه انه لا يكون مطلوب الكف لان الطلب معناه تعلق الارادة بالمطلوب وما غفلنا عنه يستحيل ان تتعلق الارادة به لان الارادة عايزا لها علم قبل كده علم كاشف ثم بعد ذلك تتعلق الارادة وقيل في بقى تفاصيل في المسألة دي مش عايزين نعرج عليها لما نقرأ ان شاء الله المحل نبقى نعرج عليه قال وقيل امر الاجوب يتضمن دون امره الندب يتضمن يعني يا مشايخ يستلزم صحي كده احنا فيئين الحمد لله النهار يتضمن يعني يستلزم النهي عن الضد دون امر الندب طب ليه بقى قال له ما هو امر الوجوب سيجعل الضد محرما بعد ان كان جائزا فيخرج به عن اصله يعني قلت له صلي مثلا امرته بتحصيل الصلاة فاذا اكل واضع الصلاة خرج الاكل من طور الاباحة الى طور التحريم الذي فوت العبادة فالضد هنا خرج عن ايه مولانا خرج عن اصل وضعه نيجي نيجي بقى للصلاة المندوب قلت له صلي ركعتين مثلا يعني لحصل ايه انه مصلي ركعتين وكل وشرب والاكل والشرب ضيع صلاة الركعتين الاكل والشرب ده لم يتغير عن اصل وضعه كان جائزا وغير محرم ولما فوت الندب لم يكن محرمة فلم يخرج عن اصل وضعه اقرأ الكلام اللطيف ده قال لان الضد فيه اي في امر الندب لا يخرج به اي لا يخرج بالندب عن اصله اي عن اصل وضعه من الجواز بخلاف الضد في امر الوجوب لاقتضائه اي الضد في امر الوجوب الذم على الترك فهي الفرق بقى ان ده خرج عن اصل الوضع وان ده ما خرجش عن اصل الوضع فيقتضي فيه او يستلزم في امر الوجوب ولا يستلزم في امر الندب يستلزم فيما غير الحقيقة ولا يستلزم فيما لم يغير الحقيقة ده هو زي ما هو قبل ما يصلى ركعتين السنة الضد زي ما صلى ركعتين السنة ما فيش مشكلة زي ما فوت ركعتين السنة ما خرجش ضد عن أصل وخرج بالنفسي اللفظي الأمر اللفظي فليس النهي فليس عين النهي اللفظي قطعا لأن صيغة افعل قطعا تختلف عن صيغة لا تفعل فحقيقة افعل تختلف قطعا عن حقيقة لا تفعل لأن صيغة افعل وصيغة لا لا تفعل مختلفان قال لأن صيغة الأمر افعل وصيغة الناهي لا تفعل ولا شك قطعا أنهما متغيران قطعا في بقى كلام أدخ دقيق مش عايزين نخش فيه قال ولا يتضمنه على الأصح قال وصيغة افعل لا تتضمن صيغة لا تفعل لا تضمنه يعني لا تستلزمه طيب وقيل يتضمنه على معنى قال لا يتضمنه على معنى يا مولانا قال لأنه بيقول ولا يتضمنه وعللوا ذلك بقولهم لأن تضمن شيء لشيء لما فيه شيء يتضمن شيء البده متضمن للحجر معنى إيه؟ معنى أن البده مجتمل على هذه الحجر والحجر دي جزء من أجزاؤه لكن افعل لا شك أنها لا تتضمن لا تفعل على أساس أن لا تفعل جزء من افعل كما أن هذه الغرف جزء من البيت ده معنى التضمن قال لأن تضمن شيء لشيء معنى أن يكون مجتملا عليه ولا شك أن الأمر اللفظي غير النهي اللفظي قالوا لا ده هو معنى يتضمن أنه في قوة التضمن وليس تضمنا حقيقة طيب ماشي وقيل يتضمنه على معنى إيه بقى معنى التضمن مش معنى التضمن بقى الاجتمال أنه إذا قيل أسكن مثلا فكأنه قيل لا تتحرك أسكن يعني إيه يعني لا تتحرك لماذا قال لأن السكون لا يتحقق في الوجود إلا بطرك الحركة فلما كانت الحركة يتوقف عليها أداء السكون كان السكون لازما للحركة وبالمعيني أي وخرج بالمعيني الذي ذكره في أول الكلام لأنه قال المعين المبهم من أشياء المبهم من أشياء على أساس فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير راقبة فإذا فإذا تعلق الأمر هو تعلق الأمر هنا بإيه بواحد مبهم يبقى مش كلامنا فيه الأمر الذي تعلق بواحد مبهم إنما كلامنا في الأمر الذي تعلق بواحد معين لا بواحد مبهم من أمور معينة ليس الكلام فيها فليس الأمر به نهيا عن ضده ليس الأمر بواقع ليه لأنه لو أنا قلت نهيا عن ضده يبقى لو أنا دلوقتي فعلت خصلة الكسوة يبقى أنا منهي عن الخصال الأخرى في حين أننا ممكن أننا نقعدل عن الكسوة وروح أطبأ الخصال الأخرى فمن فعش لأنه يتحول الأمر إلى نهي والنهي إلى أمر قال فليس الأمر به نهيا عن ضده منها ولا متضمنا له قطعا نعم وبالوجود العدم خرج العدم لأن العدم ده قلنا بأنه متفق عليه قطعا أي ترك المأمور به العدم اللي هو إيه اللي هو ترك المأمور به فالأمر نهي عنه إذ يتضمنه قطعا لأن الأمر هو تحصيل للشيء ونهي ونهي عن تركه لأن الأمر أو الوجوب ينقسم إلى حكتين الإذن في الفعل والمنع من الترك فالمنع من الترك منع من الترك اللي هو اللي هو النهي اللي هو النقيض صار جزء من حقيقة الوجوب قال وبالعدمي فالأمر به نهي عنه فالأمر نهي عنه أي عن العدم عن النقيض إذ يتضمنه إذ يتضمنه الأمر النهي في هذه الصورة قطعا يتضمن الأمر إيه النهي عن النقيض يتضمن الأمر النهي عن النقيض قطعا قال والنهي النفسي هي نفس المسألة ولكن فرضها في النهي لكن المسألة السابقة مفروضة في الأمر قال والنهي النفسي أخرج النهي اللفظي عن الشيء المعين أخرج النهي عن واحد من أمور معلومة له حرام المخير المعين تحريما أو كراهة أي سواء كان على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة أمر بضده أي بضد واحد لأن الأمر بضد واحد يفوت الحرام ويفوت المكروهة أمر بضده أي أمر بواحد من أضاده إجابا إذا كان النهي نهي تحريم أو ندبا إذا كان النهي نهي كراهة يبقى هو 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 عين كما سبق أن قلنا هو طلب واحد إذا تعلق بالكف عن الشيء كان نهيا وإذا تعلق بطلب الضد كان أمر يبقى هو هو ليس متعد وقيل ليس هو عينه بل يتضمنه على معنى يستلزمه لأن المنهية لا يكف عنه إلا بالتلبس بضد من الأضاد التي تفوت المنهي فإذا نهي عن الزنا فإنه يكون مأمورا بضد واحد فقط وهو إقامة الصلاة أو الكلام أو 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 غيره من الأضاد التي تفوت وقيل يستلزمه وقيل لا ولا لا ولا يعني إلا ولا مشيخ يعني ليس عينه ولا تضمنه يا سلام نحن فهمنا الكلام هتلاقي عندك في المحل كده وقيل إنه أمر بضده قطعا أي اتفاقا قاله لأنه النهي المطلوب في إيه قاله المطلوب في النهي هو الانشغال بفعل الضد قاله لأن النهي متعلق بفعل الضد فمعنى لا تشرب الخمر أي اشتغل بضد ذلك أي بضد ذلك الذي نهيت عنه اللي النهي تعلق بإيه قاله تعلق بالفعل الوجود في قضية النهي بناء على أن النهي أو أن المطلوب في النهي فعل الضد إيه المطلوب في النهي النهي ده عبارة عن كف النفس وكف النفس إنما يكون حاصرا بفعل الضد يبقى إيه المتعلقة إحنا بعيدنا المطلوب في النهي كف النفس وأن المطلوب في النهي فعل الضد مذهبين في ماذا بيقول لا كف النفس وفي ماذا بيقول لا هذا فعل الضد فمن قال بأنه كف كف النفس يأتي فيه أنه هل هو عينه أو هو يعني يستلزمه أو هو لا ولا لطريقة ومن فهم أن المطلوب في النهي هو فعل الضد قال لا إبقى هو هو قطعا إبقى النهي بالشيء هو أمر بضده قطعا لأن المطلوب في النهي ليس كف النفس وإنما هو التلبس بفعل الضد لطريقة تانية لأن دلالة النهي على مقتضاه ودي بقى هنا عايز يفرق لأن عندي طريقة بتقول فيه النهي فيه خلاف هل هو عينه أو يستلزمه أو ليس عينه ولا يستلزمه في طريقة أخرى بتقول لا ده الأمر النهي عن الشيء قطعا أمر بواحد من الأضاد طب إيه الفرق بين الأمر الذي حكيتم فيه الخلاف ولم تقطعوا بواحد وفي النهي الذي لم تحكوا فيه الخلاف على هذه الطريقة قال الفرق بينهما إن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه هو النهي يدل على إيه آه يقيل بأنه يدل على كف النفس وقيل بأنه يدل على فعل الضد أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه لأن المطلوب لأن مطلوب النهي فعل الضد فمعنى لا تسرق على هذا تلبس بضد من الضاد السرقة وهو ترك النهي النهي يعني المنهي فهو مصدر يريد به اسم المفعول ولا بد من حضوره في ذهنه وانا بقول له لا تسرق ده لا بد من حضور هذا الضد الذي يفوت السرقة في ذهني وانا انهى ليه قال له لأن المطلوب في النهي هو فعل الضد فإذا كان المطلوب في النهي وفعل الضد كان لا بد من حضوره في ذهني عند نهيه له فإذا قلت له لا تسرق كان لابد من حضور ضد السرقة في ذهني وهي اشتغل بذكر الله مما يفوت السرقة قال لابد من حضوره في ذهنه ولأن دي خضية تانية النهي يستدعي ضرء مفسدة النهي يستدعي ضرء مفسدة مفسدة ايه مفسدة قطع اليد في السرقة مفسدة يعني مضارها ترتب عليه والمفسدة دي إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخر فلما يقول له لا تسرق لأن حضرتك لو سرقت هتقطع يدك لو سرقت هتأثم فصر النهي عن السرقة من أجل دفع هذه المفسدة التي تترتب على السرقة والأمر جال بمصلح تحصيل صلي من أجل أن تحصل الثواب لا تسرق من أجل أن تدفع العقوبة واعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتناء الشارع بجالب المصالح ده كلام الشرح هنا وده هتلاقي عندك يا ولدي عندك في المحل الكلام ده ولا أنت تاهي مش عارف تجيبها هات هات هو عندك فيه فرح فين هي أهو فقيل أمر بالضد إجابا وقيل قطعا بناء على أن المطلوبة فيه انتفاع الفعل حكاه ابنه وقيل على الخلافة أن الأمر أن نهي أمر بالضدها وتضمنه أو لا ولا أو نهي التحريم وتضمنه ده نهي الكراهة والضد إن كان طيب ما هي ابن موجود خد بس ده بقى في الشرح ولا بد من حضوري في الذين قيل اخرسنا منه وقيل نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة وقيل نهي التحريم يعني إذا نهي الشخص عن شيء نهي تحريم تضمن ذلك الأمر بفعل ضد من الأضاد التي تفوت ذلك المحر دونما إذا نهي عن الشيء نهي كراهة فإنه لا يتضمن الأمر بهذا الضد ليه مولانا قال له نفس الفكرة التي مضى ذكرها وهو أن الضد في النهي هيتحول إلى واجب والضد في الكراهة لن يخرج عن أصله فهمنا قال له لا تسرق الذكر حائل مثلا أو كان مفوتا للسرق صار عليه أن يذكر الله ذكرا واجبا فقد تحول الذكر من جائز إلى واجب طب لو قال له مثلا لا تشرب الماء البارد عشان في احتمال أنه يجعلك سنانك يضر سنانك ولكن هذا على سبيل مثلا يعني الكراهة يبقى ملاش أكل قبل هضيعوا أزاي هعدا لكم ربنا فخرج الذكر هنا من طور الجواز إلى طور الندب فما زال دائرا في طور في طور الجواز فلم يخرج عن أصله ولكن في الأول خرج من طور الجواز إلى طور الوجوب نفس الفكرة السابقة قال وتوجيهه ما يعلم مما مر والضد إن كان واحدا كضد التحرك فظاهر أي فظاهر جريان الخلاف المتقدم فيه أو أكثر كضد القعود ضد القعود يعني لا تقعد معناها إيه استلقي نام أقف اجري طير في الهوى أضاد كثير فالكلام في واحد منها يعني فالمأمور بفعله أمر إيجاب إنما يكون واحد من جملة هذه الأضاد أي كان أي كان هو والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي فصيغة النهي لا تفعل وصيغة الأمر افعل وبينهما خلاف كبير لأن هذه الصيغة ليست هذه الصيغة قطعا والنهي وفي نسخة وهو هذه إن شاء الله سنجعلها في لقاء قادم إن شاء الله تعالى طيب ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا